بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهلا بكم في حلقة تأسيسي قصيرة في القدرات اللوزين إن شاء الله اليوم نستكمل في أستعاب المقرؤ ومن القطع المهمة وتسمى قطعة الصفضي تقول القطع أولد الصفضي صلاح الدين خليل أيبك سنة 764 نلاحظ في هذا الرقم كثير من الأسئلة تأتي في هذه الفكرة يقول لك ما القرن 764 ما هو القرن؟ القرن يا شباب 100 عام بمعنى أن نزود 1 على المئات يبقى إذن هذا القرن هو القرن الثامن كمان مثال لما أقول لك 415 هذا القرن نزود 1 على المئات يبقى القرن الخامس 1960 القرن كان نزود 1 على المئات يبقى هذا 20 يبقى القرن العشرين سنة 795 زود 1 على المئات يصير القرن الثامن يبقى هذه أول فكرة في القرون ماذا نفعل؟ بنزود 1 على المئات وهذا السؤال مقرر في كثير من القطع هيطلب منك يقول لك ما القرن؟ يبقى إذن 764 القرن الثامن أيضا في سؤال آخر ما العقد؟ يبقى القرن 100 عام العقد كام 10 سنوات يبقى إذن نزود 1 على العشرات نزود 1 على من؟ على العشرات هذا العقد الكام زود 1 يبقى هذا العقد السابع هنا 1 يبقى العقد الثاني هنا 1 يبقى العقد السابع هنا 1 يبقى العقد العاشر ولذلك 764 القرن الكام هل هو القرن السابع؟ غلط هل هو القرن الثامن؟ ممكن قرن الثامن أكيد ولكن العقد زود 1 على العقد لو العشرات سبعة يبى العقد السادس غلط يبى العقد السابع يبى هذه هي الإجابة الصحيحة إذن هذا من الأسئلة المهمة في القطرات في استعاب المقرو كثيرة التكرار في كثير من القطع التي تتحدث عن التاريخ أو الشخصيات أو فيها تاريخ لابد أن تتعرف كيف تحسب القرن والعقد هيا نستكمل من هو الصفدي كان أدبه إذن هو رجل أديب يبى هذا الصفدي رجل أديب من أفضل أساليب الأدب في ظهره الظهر والزمن والعصر لا تسب الظهر الظهر والزمن إذن الصفدي صلاح الدين كان من أفضل الأدباء في ظهره يعني في عصره أو في زمنه كان لا يلتزم السجر كثيرا في أساليب الأدب أو ما يكتب خصوصا إذا ترجم للرجال كل من ترجم للرجال يا شباب معناها مش ترجم للغة من لغة إلى لغة ولكن ترجم للرجال معناها أن يكتب عن العلماء يكتب متى ولد وما أهم أعماله وما مؤلفاته وأين مات ومتى مات وتوفي هذه ترجمة للرجل يبقى إذن الصفدي كان يكتب عن علماء العلماء يعمل لهم تراجم هل كان شاعر؟ أيضا كان شاعر ولكنه كان أديب أكثر ولذلك كان شعره كثير بعضه جيد والكثير طبعا أجود يبقى البعض جيد ويعد في باب التأليف تأليف يعني كان يكتب ويؤلف بيده هو الذي كان يؤلف في باب التأليف من المكثلين المجودين كان جيد في التأليف ما شاء الله كتب بيده يعني من تأليفه كما قال 500 مجلد يبقى كتب هذا الرجل 500 مجلد دخلت في 50 مصنف إذن 500 مجلد يساوك المصنف 50 ولذلك هنا المجلد أكبر من المصنف أم المصنف أكبر من المجلد طبعا يا أستاذ 500 في 50 يعني المصنف الواحد في 10 مجلدات إذن المصنف هو أكبر أكبر من المجلد أكبر من يبقى المصنف سوى 10 مجلدات قال ولعل الذي كتبته في ديوان الإنشاء خلي بالك من هذا السؤال كتب في ديوان الإنشاء ضعف ذلك خلي بالك الألف هل قال ضعف ولا ضعف ضعف يعني اثنين ضعف ذلك الوا مين 500 طب ضعف الـ 500 كام يعني 500 أهيت كتبه الضعفين يبقى 500 زائد 500 يبقى تساوي 1500 أما لو قال ضعف كتصارت 1000 أما هنا قال ضعف يبقى إذن كتب في الإنشاء تقريبا ضعف ذلك يبقى 1500 أيضا مجلد هيا بنا إلى الأسئلة نشوف الأسئلة ولد الصفة دي سنة كام يلا بنا نكرر السؤال 764 العقد القرن زود واحد على المئات يبقى الثامن هذا غلط هذا خطأ هذا صح وهذا صح طب العقد يا سيد زود واحد على العشرات على الستة السبعة يبقى هذا خطأ يبقى هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة هيا بنا إلى السؤال الثاني نفع من النص أن الشعر الصفة دي ما له شعر الصفة دي هذا قال شعره كثير بعضه جيد وأجود يبقى إذن بعضه جيد يعني بعضه متميز وبعضه أكثر تميزاً هل أكثر متميز خطأ نصفه أو أقله ما ذكره كما ذكرت في القطعة بالضبط نفع من سياق الناس أن كلمة مجلد ومصنف إحنا قلنا كلمة مجلد ومصنف هل مترادفتان طبعا خطأ تماما خطأ تماما هذه هل المجلد أعام من المصنف لا إحنا قلنا المصنف فيه عشر مجلدات المصنف أعام من المجلد طبعا الإجابة صحيحة يبقى إذن جيم السؤال الرابع يقول الذي كتبه الصفاضي في ديوان الإنشاء برعا كام خلي بالك ضعفا ذلك هو كتب خمسمائة مجلد طب ضعفا ذلك يبقى ألف وخمسمائة مجلد كتبهم في ديوان الإنشاء كان من أجود الأسليف في ظهره كان من أفضل العلماء الأدباء في ظهره يعني قلنا في زمنه أو في عصره كان وكان في جملة شعره إذا هل هنا الهاء الضمير وبعضه الضمير شعره شعر من الصفاضي طبعا هل الأولى والسانية كان بعضه هل تبهت هل من القطع نشوف الهاء تعود على من هنا سنجد شعره كثير وبعضه جيد هذه هي الهاء وشعره كثير لو الصفاضي كثير وبعضه بعض اللوامين الشعر يبتاني شعره لو الصفاضي كثير وبعضه جيد لو بعض من بعض الشعر إذا الهاء الأولى تعود على الصفاضي والثانية تعود على الشعر هيا نشوف الأولى للشاعر للصفاضي والثانية للشعر كان في باب التأليف من المجودين كان كثير باب تأليف ما معنى باب التأليف هل حقل للجمع والتصنيف هل حقل كان مدقيق خطأ طرق الشعر والأدب خطأ حقل الشعر والأدب خطأ يعني الجمع والتصنيف حتى قلنا عمل كان مصنف خمسمائة مصنف يبقى تأليف المصنفات يبقى إذن الإجابة ألف كتب بيده هل معناها كتب بخط حسن خطأ هل كتب كان واحد بمليه خطأ هل بتوجيه منه هو اللي كان بملي الآخر خطأ معناه كتب بيده معناه من تأليفه أنسب عنوان لهذه القطعة بتتكلم عن أدب أدب الصفدي هل تاريخ الصفدي بتكلم متى ولد ومأين مات وماذا كان يأكل وماذا يشرب وكم لديه من الأطفال أو الأولاد وكم زوجة هل حياة الصفدي تتكلم عن الحياة الخاصة به وهل الشعر ولا الأدب هو كان أديب أكثر ولذلك تحدث عن أدب الصفدي المصنفات والمجلدات والإنشاء هذا النص يعتبر نص هل الفلسفة ضمن الفلسفة خطأ هل بيتكلم عن التاريخ لا هل بيتكلم عن العلوم طبعا لا بيتكلم عن تاريخ الأدب لدى الصفدي الأدب شباب هو نوع من أنواع أو الفنون اللغة العربية مثل الشعج ولذلك هذه القطعة من القطعة المهمة في اختبار القدرات نتمنى تكون سهلة وبسيطة دمتم وفقين نلتقي قاربا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أضل ترجمة نانسي قنقر